موسيقى طابط وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بأبرز العنوي من موقع سبتمبر نت قرية في حجة تصد هجومين لإمليشي الحوثي وتجبرها على الانسحاب ومن موقع المصدر أولاين أول وزير في الحكومة يصل إلى المدينة المحاصرة محافظ عدن يقول لصحيفة الأيام سأعود قريبا إلى العاصمة المؤقتة ولا صحة لما أشيع عن سبب مغادرته موسيقى أهلا بكم صحيفة الأيام صادرة في عدن تعنون في لقاء مقتضب مع محافظ عدن المتواجد حاليا خارج العاصمة المؤقتة والذي أكد سأعود قريبا ولا صحة للشائعات عن سبب سفري وقال المحافظ عدن عبد العزيز المفلحي للأيام سأعود قريبا إلى عدن والقادم أفضل لمدينتنا الحبيبة ونفى المحافظ ما تم تداوله بعد سفره من عدن قائلا أن سبب سفري بشكل رئيسي هو عارض طبي ألم بي استدعى خروجي للعلاج بصورة عاجلة ولا صحة لكل الأخبار والشائعات التي تم تداولها وأضاف أعيد وأؤكد بأنني عائد قريبا جدا إلى عدن التي ستبنى بسواعد أبنائها وتكاتفنا جميعا وصدر المحافظ قائلا لا بد من العمل على تحسين أوضاع المدينة والخدمات وهذه مسؤوليتنا جميعا فيجب أن تعود عدن مركزا لتجارة المدنية مثل ما كانت ولا بد للظلام أن ينجلي عن الزيارة الحكومية إلى مدينة محاصرة والتي أخذت اهتماما بالغا عنوان موقع المصدر أولاين أول وزير في الحكومة يصل إلى المدينة وزير المياه يصل إلى تعز المحاصرة واستنادا إلى معلومات وكالة الأنباء سبا قال الموقع أن وزير المياه والبيئة في الحكومة العزي هبط الله شريم أجرى زيارة لمدينة تعز كأول وزير يصل إلى المدينة المحاصرة الوزير اطلع على الأوضاع التي تعيشها المدينة نتيجة الحرب والحصار وقال أن هدف الزيارة هو التأكيد على أن مدينة تعز تتعافى ونعطي دفع للجميع بأن يسارع على الإسهام وبشكل فاعل في تطبيع الأوضاع وناقش مع المسؤولين المحلين وأوضاع المياه وكيفية العمل على تشغيل بعض الآبار الإسعافية لمعالجة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تقف في طريق استئناف تشغيل مشروع المياه والآبار لتخفيف جزء من المعاناة هل كان حال اليمن عشية سبتمبر عام 1962 يتطلب ثورة أو ما يشبه؟ الإجابة بالتأكيد نعم ولكن هل كانت ظروف اليمن حينها مواتية ومهية لإنجاح الثورة الحقيقية؟ طبعا لا والدليل وفقا لمقال كتبه سفير اليمن في الأردن علي أحمد العمراني احتياج الثورة إلى تدخل خارجي كبير تمثل في دعم مصر حينها ودخول البلاد في حرب أهلية استمر ثماني سنوات ويضيف العمراني في أجزاء من المقالة المشهور في موقع الموقع بوست يحدث الآن أن مقاومي الانقلاب يقولون إنهم يريدون استعادة الجمهورية والسؤال ما هي الجمهورية التي يراد استعادتها؟ هل هي تلك الجمهورية المسخة التي حكمها صالح بتحالفات القبيلة والسلطة العشيرة وأراد توريثها لبنيه وعائلته؟ ربما تكمن مشكلة اليمن وثورته وجمهوريته ودولته أنه آل حكمها إلى مثل علي عبدالله صالح وتحالفاته القبلية المافوية الفاسدة سمعت مرة القائد المصري صلاح الدين المحرزي الذي عمل في اليمن أثناء الحرب الأهلية وآخر عهد الإمام أحمد يقول إن الثورة اليمنية سرقت وسنة إثر أخرى كانت تترسخ حقيقة أن الثورة اليمنية قد سرقت فعلا وتحدثت عن ذلك حتى في مجلس النواب الحقيقة فإن سرقة الثورة اليمنية بدأت مبكرا عندما انزلقت اليمن بعد سبتمبر 1962 إلى حرب أهلية وبرز فيها الكثير من أمراء الحرب لكن عهد صالح رسخ حقيقة السرقة وقال أحد زملائنا البارزين في 2007 اليمن سيكون أفضل في عهد أحمد علي كان الترويج لأحمد علي يأتي في إطاره برغبة استمرار سرقة الثورة والثروة أكثر مما كان عليه الحال في عهد والده المهمة أكبر من استعادة الجمهورية الشكلية التي مسختها المافيا في عهد صالح وأجهزت عليها الميليشي الإمامية بعد اشتياح صنعاء المهمة إذن هي استعادة بلد ودولة وأضحض دعاوى إمامة زائفة وولاية باطلة إلى الأبد منظمة اليونسيف تعلق بالشعور بالصدمة إذا استمرار قتل الأطفال في تعز وذلك طبقاً لعنوان جاء في موقع الموقع بوست مضيفاً أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عبرت عن رفضها قتل الأطفال في مدينة تعز وقالت أنه أمر غير مقبول بتاتاً وضافت يونسيف في تغريدات على تويتر نشعر بالصدمة البالغة إذا مقتل وإصابة قرابة 12 طفل في تعز الجمعة في حادثتي قصف منفصلتين وتابعت القول مقلق للغاية أن يظل أطفال اليمن عرضاً للقتل والإصابة في هذا النزاع الأطفال في اليمن يدفعون الثمن الأغلى الأغلى لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمال إلى موقع عدن الغد عنوان مقول من وكالات أخبارية دولية اليمن كاهن هندي يشكر خاطفي وقال الموقع أن كاهناً هندياً خطف في 2016 في اليمن وأفرج عنه الثلاثاء بعد 18 شهر تواجه بالشكر لأتوجه بالشكر يقول الكاهن لكل الذين ساهموا في الإفراج عنه حتى الخاطفين قائلاً إنهم لم يسيءوا معاملته وروا الأب توماس أوزو نايل عبر مؤتمر صحفي في روما قصة احتجازه الذي تسبب بإصابته بمرض السكري معتبراً أن السلاح الأفضل ضد عدو ما هو المحبة والصلاع وكان الكاهن الهندي خطف في مارس آذار عام 2016 خلال هجوم على دار للمسنين في عدن أسرعاً مقتل 16 شخصاً بينهم أربع راهبات ينتمين إلى جمعية الأم تريزا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي ندد به البابا فرانسيس وقال الأب توماس كنت مجهولاً بالنسبة إليهم اتركوني بسلام وقتلوا الآخرين ربما لأنهم أرادوا المال في عنوان بارز تصدر موقع سبتمبرنت التابع للجيش الوطني مسلحون قبليون في حج يجبرون حملتين عسكريتين للميليشيا على الفرع وقال الموقع نجح مسلحون قبليون بمحافظة حج شمال اليمن من إفشال حملتين عسكريتين نفذتها الميليشيا الانقلبية على إحدى عزل مدرية كحلان عفار اليومين الماضيين وأجبروا الميليشيا على الفرار مخلفة خسائر في العتادي والأرواح وأكد سكان محليون أن ميليشيا الحوثي نفذت بقيادة المكنة أبو عمار حملة عسكرية من ثلاثة أطقم محملة بالميليشيا قاموا بمداهمة قريتي فرعى وبيت الفوري وأطلق النار صوب منزل إسماعيل عمر بعزلة بني عشب بشكل عشوائي واعتقال عدد من السكان وقال السكان لستمبر نت أن هذه الاستفزازات تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين المواطنين وعناصر الميليشيا استمرت لساعات تمكن فيها أبناء المنطقة من طرد الميليشيا والتي ولت هاربة تاركة خلفها أطقمها التي جاءت بها ووفق السكان فإن الميليشيا وبعد هزيمتها عودت الهجوم على عزلة بني عشب واقتحمت قواتها بأعداد من الأطقم قرية بيت الفوري لكن الأهالي أجبروها على التراجع بعد مواجهة عنيفة كتب عمر عبد العزيز عن تداخلات المشهد العربي اليوم وعن الحلم الذي راود الشعوب وجعلها تحاول فتح أعينها قبل أن توضع في ظلام جديد وقال عبد العزيز في أجزاء من المقالة المشهور في صحيفة الخليج كانت الجماهير العربية تنساب صوب التفاعل الشامل مع الحدث وكان التوقع الدائم لمجتمع جديد مغير للسابق أصلا أصيلا في معادلة الحلم الجميل الذي ترافق مع عواطف وجدانات الجماهير العفوية وبهذا المعنى نشأت بانوراما تركبية أكروباتية للمشهد فبين مقابل الحقيقة الموضوعية القادمة من نواميس التاريخ والجغرافيا فسحت الأجندات السياسية الراكبة للموجة قاطعا سلبيا بين مشروعي الداخلي ممثلا بالدين السياسي والخارج ممثلا في الرجانية الجديدة فيما ترنحت بلدان العمق الديمغرافي العربي لتبدأ متوالية الانهيارات وتتلاشى دولة الضرورة وتتعمل قبيئة الفوضى الشاملة ليتحول ربيع الأحلام الألفية للجماهير العفوية إلى مخاض ما زال يعيد إنتاج نفسه في الساحة العربية تلك اللحظة التي ترافقت مع مكر التاريخ ودهائه لم تنتهي بعد فيما يجري اليوم في اليمن والسوريا والليبيا والعراق امتداد للسؤال ذاته الذي لامس التراجيدي الشاملة في مختلف جوانبها التسمية التي أطلقها الغرب السياسي على الربيع العربي توازم عربي عبراغ التاريخي كان ينطوي على رغبة غربية عارمة في انكشاف النظام العربي العام بوصفه نظاما يغرد خارج السرب الطبيعي للبشرية السوية بحسب اعتقادهم فالدلائل التي سبقت العاصفة والتي رصدها الغرب السياسي وفق أدواته المعيارية تشهد بأن النظام العربي كان وما زال أقصر قامة من التحديات ذلك أن واشنطن لم تتنازل شبرا واحدا عن قراءتها للمشهد العربي من ثقب إبرة تل أبيب واليهودية السياسية المتصهينة والشاهد الأكثر وضوحا على ذلك يرتبط بتفرد الإدارة الأمريكية في رفع الفيتوهات أمام أي مشروع لإنصاف الفلسطينيين في الأمم المتحدة في عنوان بارز ورد في صحيفة أخبار اليوم نطالع الأمم المتحدة تعتزم فتح مكتب خاص لها في عدن لتسهيل جهود إحلال السلام في اليمن وفي عنوان آخر توجيهات أممية بسحب دعم طباعة الكتاب المدرسي إسرى تعديلات الحوثيين على المنهج ومن أبيان أهالي مدينة لودر يواجهون أزمة خانقة في المياه ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير قوم معنا ترجمة نانسي قنقر طبط وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجيكم كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوش من موقع سبتمبر نت قرية في حجة تصد هجومين لمليشي الحوثي وتجبرها على الانسحاب ومن موقع المصدر أولاين أول وزير في الحكومة يصل إلى المدينة المحاصرة محافظ عدن يقول لصحيفة الأيام سأعود قريبا إلى العاصمة المؤقتة ولا صحة لما أشيع عن سبب مغادرته أهلا بكم صحيفة الأيام الصادرة في عدن تعنون في لقاء مقتضب مع محافظ عدن المتواجد حاليا خارج العاصمة المؤقتة والذي أكد سأعود قريبا ولا صحة للشائعات عن سبب سفري وقال المحافظ عدن عبد العزيز المفلحي للأيام سأعود قريبا إلى عدن والقادم أفضل لمدينتنا الحبيبة وأنفى المحافظ ما تم تداوله بعد سفره من عدن قائلا إن سبب سفري بشكل رئيسي هو عارض طبي ألمبي استدعى خروجي للعلاج بصورة عاجلة ولا صحة لكل الأخبار والشائعات التي تم تداولها وأضاف أعيد وأؤكد بأنني عائد قريبا جدا إلى عدن التي ستبنى بسواعد أبنائها وتكاتفنا جميعا وصدر المحافظ قائلا لا بد من العمل على تحسين أوضاع المدينة والخدمات وهذه مسؤوليتنا جميعا فيجب أن تعود عدن مركزا لتجارة المدنية مثل ما كانت ولا بد للظلام أن ينجلي عن الزيارة الحكومية إلى مدينة محاصرة والتي أخذت اهتماما بالغا عنوان موقع المصدر أونلاين أول وزير في الحكومة يصل إلى المدينة وزير المياه يصل إلى تعز المحاصرة واستنادا إلى معلومات وكالة الأنباء سبب قال الموقع أن وزير المياه والبيئة في الحكومة العزي هبط الله شريم أجرى زيارة لمدينة تعز كأول وزير يصل إلى المدينة المحاصرة الوزير اطلع على الأوضاع التي تعيشها المدينة نتيجة الحرب والحصار وقال أن هدف الزيارة هو التأكيد على أن مدينة تعز تتعافى ونعطي دفع للجميع بأن يسارع على الإسهام وبشكل فاعل في تطبيع الأوضاع وناقش مع المسؤولين المحلين وأوضاع المياه وكيفية العمل على تشغيل بعض الآبار الإسعافية لمعالجة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تقف في طريق استئناف تشغيل مشروع المياه والآبار لتخفيف جزء من المعاناة هل كان حال اليمن عشية سبتمبر عام 1962 يتطلب ثورة أو ما يشبه؟ الإجابة بالتأكيد نعم ولكن هل كانت ظروف اليمن حينها مواتية ومهية لإنجاح الثورة الحقيقية؟ طبعا لا والدليل وفقا لمقال كتبه سفير اليمن في الأردن علي أحمد العمراني احتياج الثورة إلى تدخل خارجي كبير تمثل في دعم مصر حينها ودخول البلاد في حرب أهلية استمر ثماني سنوات ويضيف العمراني في أجزاء من المقالة المشهور في موقع الموقع بوست يحدث الآن أن مقاومي الانقلاب يقولون إنهم يريدون استعادة الجمهورية والسؤال ما هي الجمهورية التي يراد استعادتها؟ هل هي تلك الجمهورية المسخة التي حكمها صالح بتحالفات القبيلة؟ وسلطة العشيرة وأراد توريثها لبنيه وعائلته ربما تكمن مشكلة اليمن وثورته وجمهوريته ودولته أنه آل حكمها إلى مثل علي عبدالله صالح وتحالفاته القبلية المافوية الفاسدة سمعت مرة القائد المصري صلاح الدين المحرزي الذي عمل في اليمن أثناء الحرب الأهلية وآخر عهد الإمام أحمد يقول إن الثورة اليمنية سرقت وسنة إثر أخرى كانت تترسخ حقيقة أن الثورة اليمنية قد سرقت فعلا وأتحدث عن ذلك حتى في مجلس النواب الحقيقة فإن سرقة الثورة اليمنية بدأت مبكرا عندما انزلقت اليمن بعد سبتمبر 1962 إلى حرب أهلية وبرز فيها الكثير من أمراء الحرب لكن عهد صالح رسخ حقيقة السرقة وقال أحد زملائنا البارزين في 2007 اليمن سيكون أفضل في عهد أحمد علي كان الترويج لأحمد علي يأتي في إطاره برغبة استمرار سرقة الثورة والثروة أكثر مما كان عليه الحال في عهد والده المهمة أكبر من استعادة الجمهورية الشكلية التي مسختها المافيا في عهد صالح وأجهزت عليها الميليشي الإمامية بعد اشتياح صنعاء المهمة إذن هي استعادة بلد ودولة وضحض دعاوى إمامة زائفة وولاية باطلة إلى الأبد منظمة اليونسيف تعلق بالشعور بالصدمة إزاء استمرار قتل الأطفال في تعز وذلك طبقا لعنوان جاء في موقع الموقع بوس مضيفا أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عبرت عن رفضها قتل الأطفال في مدينة تعز وقالت أنه أمر غير مقبول بتاتا وضافت يونسيف في تغريدات على تويتر نشعر بالصدمة البالغة إزاء مقتل وإصابة قرابة 12 طفل في تعز الجمعة في حادثتي قصف منفصلتين وتابعت القول مقلق للغاية أن يظل أطفال اليمن عرضا للقتل والإصابة في هذا النزاع في هذا النزاع الأطفال في اليمن يدفعون الثمن الأغلى الأغلى لصراع لا ناقة لهم فيه ولا جمال إلى موقع عدن الغد عنوان مقول من وكالات أخبارية دولية اليمن كاهن هندي يشكر خاطفي وقال الموقع أن كاهنا هنديا خطف في 2016 في اليمن وأفرج عنه الثلاثاء بعد 18 شهرا تواجه بالشكر لأتوجه بالشكر يقول الكاهن لكل الذين ساهموا في الإفراج عنه حتى الخاطفين قائلا إنهم لم يسيءوا معاملتها وروا الأب توماس أوزو نايل عبر مؤتمر صحفي في روما قصة احتجازه الذي تسبب بإصابته بمرض السكري معتبرا أن السلاح الأفضل ضد عدو ما هو المحبة والصلاة وكان الكاهن الهندي خطف في مارس آذار عام 2016 خلال هجوم على دار للمسنين في عدن أسرعا مقتل 16 شخصا بينهم أربع راهبات ينتمين إلى جمعية الأم تريزا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي ندد به البابا فرانسيس وقال الأب توماس كنت مجهولا بالنسبة إليهم اتركوني بسلام وقتلوا الآخرين ربما لأنهم أرادوا المال في عنوان بارز تصدر موقع سبتمبرنت التابع للجيش الوطني مسلحون قبليون في حج يجبرون حملتين عسكريتين للميليشيا على الفرار وأقل الموقع نجح مسلحون قبليون بمحافظة حج شمال اليمن من إفشال حملتين عسكريتين نفذتها الميليشيا الانقلبية على إحدى عزل مدرية كحلان عفار اليومين الماضيين وأجبروا الميليشيا على الفرار مخلفة خسائر في العتادي والأرواح وأكد سكان محليون أن ميليشيا الحوثي نفذت بقيادة المكنة أبو عمار حملة عسكرية من ثلاثة أطقم محملة بالميليشيا قاموا بمداهمة قريتي فرعة وبيت الفوري وأطلاق النار صوب منزل إسماعيل عمر بعزلة بني عشب بشكل عشوائي واعتقال عدد من السكان وقال السكان لستمبر نت إن هذه الاستفزازات تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين المواطنين وعناصر الميليشيا استمرت لساعات تمكن فيها أبناء المنطقة من طرد الميليشيا والتي ولت هاربة تاركة خلفها أطقمها التي جاءت بها ووفق السكان فإن الميليشيا وبعد هزيمتها عاودت الهجوم على عزلة بني عشب واقتحمت قواتها بأعداد من الأطقم قرية بيت الفوري لكن الأهالي أجبروها على التراجع بعد مواجهة عنيفة كتب عمر عبد العزيز عن تداخلات المشهد العربي اليوم وعن الحلم الذي راود الشعوب وجعلها تحاول فتح أعينها قبل أن توضع في ظلام جديد وقال عبد العزيز في أجزاء من المقالة المشهور في صحيفة الخليج كانت الجماهير العربية تنساب صوب التفاعل الشامل مع الحدث وكان التوقع الدائم لمجتمع جديد مغير للسابق أصلاً أصيلاً في معادلة الحلم الجميل الذي ترافق مع عواطف وجدانات الجماهير العفوية وبهذا المعنى نشأت بانوراما تركبية أكروباتية للمشهد فبين مقابل الحقيقة الموضوعية القادمة من نواميس التاريخ والجغرافيا فسحت الأجندات السياسية الراكبة للموجة قاطعاً سلبياً بين مشروعي الداخلي ممثلاً بالدين السياسي والخارج ممثلاً في الرجانية الجديدة فيما ترنحت بلدان العمق الديمغرافي العربي لتبدأ متوالية الانهيارات وتتلاشى دولة الضرورة وتتعمل قبيئة الفوضى الشاملة ليتحول ربيع الأحلام الألفية للجماهير العفوية إلى مخاض ما زال يعيد إنتاج نفسه في الساحة العربية تلك اللحظة التي ترافقت مع مكر التاريخ ودهائه لم تنتهي بعد فيما يجري اليوم في اليمن وسوريا وليبيا والعراق امتداد للسؤال ذاته الذي لامس التراجيدي الشاملة في مختلف جوانبها التسمية التي أطلقها الغرب السياسي على الربيع العربي توازم مع ربيع براغ التاريخي كان ينطوي على رغبة غربية عارمة في انكشاف النظام العربي العام بوصفه نظاماً يغرد خارج السرب الطبيعي للبشرية السوية بحسب اعتقادهم فالدلائل التي سبقت العاصفة والتي رصدها الغرب السياسي وفق أدواته المعيارية تشهد بأن النظام العربي كان وما زال أقصر قامة من التحديات ذلك أن واشنطن لم تتنازل شبراً واحداً عن قراءتها للمشهد العربي من ثقب إبرة تل أبيب واليهودية السياسية المتصهينة والشاهد الأكثر وضوحاً على ذلك يرتبط بتفرد الإدارة الأمريكية في رفع الفيتوهات أمام أي مشروع لإنصاف الفلسطينيين في الأمم المتحدة في عنوان بارز ورد في صحيفة أخبار اليوم نطالع الأمم المتحدة تعتزم فتح مكتب خاص لها في عدن لتسهيل جهود إحلال السلام في اليمن وفي عنوان آخر توجيهات أممية بسحب دعم طباعة الكتاب المدرسي إسرى تعديلات الحوثيين على المنهج ومن أبيان أهالي مدينة لودر يواجهون أزمة خانقة في المياه ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير قوم معنا نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم كيبورد صداء أصواتكم وأفكاركم فكونوا على المواعد